نشر موقع ريت موراسيا الروسي تقريرا تحدث فيه عن مشكلة نقص الأموال المخصصة للتنمية التي اعترضت جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا دون استثناء ما دفع المسؤولين ورجال الأعمال للبحث عن مصادر تمويل خارجية قال الموقع في تقريره الذي ترجمة عربي 21 إن دول البلطيق تنازلت عن قطاعها المصرفي لصالح السويديين وغيرهم من شركاء أوروبا الغربية في المقابل بدأت جمهوريات آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة في جذب شركاء من الشرق يضيف الموقع أن الخدمات المصرفية الإسلامية كانت بمنزلة اكتشاف لروسيا وقرغيزستان وطاجستان وأزباكستان وتركمانستان وكذلك أذربيجان حيث إنما يسمى بالنظام المصرفي الإسلامي الذي يستني في عمله الأحكام الشريعة ويقوم على عدم تلقي المصرف ربحا من فوائد القرد أي الربا بل مشاركة المستثمر في مشروعه يجهله الأوروبيون والمقيمون في جمهوريات آسيا ما بعد الاتحاد السوبيتي ويبين الموقع أن ألية حل مشكلة التمويل بالنسبة للأوروبيين تتمثل في التقدم بطلب للحصول على قرد من أحد البنوك مقابل توفير المقترد ضمنات للبنك مثل العقلات لبيعها في حالة عدم سداد القرد في حين يقدم البنك الإسلامي المال دون الحصول على نسبة فائدة ويساهم باعتباره شريكا تجريا مطالبا بتقاسم الأرباح والخسائر فيما يتحمل الطرف الذي اقترض من البنوك الغربية وحده مسؤولية نجاح مشروع الاستثماري من فشله مع ضمان تزديد القرد في جميع الظروف ترجمة نانسي قنقر